مشروع صوت الشباب العربي للأسف هو بدأ من السنة اللي فاتت أنا لسه الشاركة فيه السنة دي لفت انتباهي انه هو مميز عن الانشطة التقليدية العاديا زي نامزج المحاكاة اللي كنا بنعملها في اقتصاد واللوم سياسية لكونجرس الامريكي او جامعة الدول العربية او نامزج مجلس الشعب كنا بنحاول ننشئ فيها الطالب انه هو بيحاكي او بيمثل نفس السلوك السياسيين الموجودين في هذه المنظمات السياسية لكن اللي بيميز صوت الشباب العربي بانه هو بيحاكي القضايا الحالية وانه هو مش مجرد انه بيديله معلومات ومهارات بس ده كمان بينامي فيه سلوك وهو ازاي يتحاور مع الاخر المختلف بصورة محترمة ويعلمه مهارة ازاي انه هو يكون الحجة بتاعته والتفنيد وانه هو ازاي يقنع الاخر بوجهة نزله مع احترام وجهة النظر الاخرى ومش مجرد بس انه هو مركز في القاهرة زي ما احنا شايفين نمازج المحاكات التقليدية لكن هو انتشر في جميع المحافظات الجمهورية خاصة الصعيد والجامعات الاقليمية ومش مجرد الشباب الجامعي بس لكمان على مستوى المؤسسات المجتمع المدني ودي حاجة يعني شدت انتباهي لصوت الشباب العربي هو برنامج مميز بيحاول يعطي مهارة جيدة للشباب فده اكتر شيء ما ينفت انتباهي للنشاط اشتركوا في القناة